يخذع متوسط ميدان الترجي التونسي غلان الشعلالي لبرنامج تأهيل خاصة بعد التعافي من الإصابة من أجل العودة مع المجموع ومن المنتظر أن يكون على ذمة الإطار الفني في مباراة الجولة الأولى من رابطة الأبطال الإفريقية شامبيونز ليك يوم العشر من فيفري القادم هذا وفي خبر آخر تلقت ترجي الإربعاء الماضي 25 جنفي حكما من الاتحاد الدولي لكرة القدم يخذي بتمكين مدربه السابق رضي جعيدي من تعويذ مالي قدره 190 ألف دينار تقريبا وحصل جعيدي على حكم يخذي بالتعويذ بمبلغ قدره 54 ألف يورو أي ما يعادل 81 ألف دينار يضاف إليها نسبة 5% كغرامات تأخير ليرتفع المبلغ المطلوب إلى مقيمته 190 ألف دينار ومهل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة نادبة بسويق 45 يوما لخلاص مستحقات رضي جعيدي وإلا فإنه سيكون محروما من إبرام السفقات ولثلاث فترات متتالية وتنتهي فعاليتها بمجرد إتمام إجراءة الخلاص عودة لأجوات شامبيونز ليغة الإفريقية اختار منافس الترجي المريخ السوداني ملعب شهداء بنينة بمدينة بنغازي الليبية لاستيضافة مقابلاته ضمن المجموعة الرابعة لبارة رابطة أبطال الإفريقية لكرة القدم والتي تضم أيضا الترجي والزمالك المصري وشباب لزداد الجزائري وسيواجه شيخ لندية تونسية المريخ السوداني على ملعب شهداء بنينة يوم الثامن عشر مارس وذلك في إطار الجولة الخامسة لدور المجموعة ويذكر أن الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم رفضت تأهيل ملعب المريخ لعدم التطابق مع المواصفات المطلوبة والاستضافة المبارية القرية وبالحديث عن البطولة التونسية وعودة للرابطة الوطنية لكرة القدم والتي وجهت يوم الجمع الماضي توبيخا مع تسليط عقوبة مالية قيمتها خمسة آلاف دينار ضد الترجي وتعود أسباب العقوبة إلى العودة إلى إلقاء الشمريخ في محيط الملعب من قبل الجماهير خلال المباراة ضد الملعب التونسي ختاما وملف عودة الدبشي لحراسة المرمى وتراجع المستوى الذي كان فيه مصادر علامية محلية أكدت أن الدبشي يقترب بين العودة للمشاركة في المباريات الرسمية للأحمر والأصفر بعد تجاوز امتحان كلاسيكو الجولة الرابعة إياب من الرابطة المحترفة الأولى أمام النجم الذي يعتبر مباراة مهمة ومصيرية في تحديد المركز الأول والثاني والقرب نفس دارة بفارق نقطة وحيدة اتخذ نبيل معلول مدرب فريق بابسويقة قرار عودة الدبشي إلى عرين الأحمر والأصفر ولكن بصفة تدريجية وفي انتظار يستعيد الفورمة قبل الرهانات الهم القادمة والتي تنتظر الفاريق محليا من خلال مرحلة البلايوف المهمة في البطولة وخاصة قاريا من خلال دور مجموعات ربيطة الأبطال الأفريقية وتشير الأصداء أن معلول مدرب الترجي وضع شرطا لمنح فرصة كاملة لصدق الدبشي ليكون الحارس الأساسي بالتناوب مع معزب شريفية ويتمثل الشرط في التزام الحارس الشاب بالتعليمات وعدم إثارة أي مشكلات والعمل على استعادة مستوى في المباريات الرسمية ولهم من كل هذا الجماهير أن لا ترى نفس الأخطاء الذي يقوم بها الحارس في الختام اكتبوا لنا أحبابي في التعليقات ما رأيكم في تصرف رضي جعيدي والقرار المسلط من قبل الفيفا والأمر لم يكن وديا ولم يتم على أفضل حال وخروجه كمدرب كان من الباب الضيق وهذا باعتراف الجميع بأخطاغه البدائية ثانيا ما رأيكم في صدق الدبشي كحارس مرمى أساسي للترجي هل عودته ناجعة وناجحة لاستكمال باقي المشوار في البطولة وفي تشامبيونزليغ الأفريقية وفي باقي المسابقات القرية الجديدة مثل سبورلينغ الأفريقي والذي قيمته المالية كبيرة جدا والترجي شئنا ما بين يصعى لذلك التتويج قبل أي شيء آخر في هذا الموسم لإنجاحه ولإبراز قدراته وللاستفادة المالية ومن ثم نستنتج لإدراك انتدابات قوية في قيمة هذا النادي العريق